الصراع هو ده اللي بيساعدك إنه زي ما قلت فك المغليق بتاعت الشخصية يعني إزاي تقدم شخصية حية الشخصية الحية عمرها ما تكون أحدية الجانب أبداً أحدية الجانب دي شخصية ميتة شخصية مرفوضة لأنها مفيش حد أحد كلنا فينا جانبين والمسألة هذا الصراع حتى في علم النفس يقوله إيه دايماً فيه صراع بين الأنا الغريزة أو الإيجو الإيجو اللي هي الغريزة وبين الأنا الأعلى اللي هو المثالية في الآخر نتيجة هذا الصراع بيطلع إلى أنا أنا نتيجة صراع بين النوازع الطبيعية اللي هي النوازع الغريزية وبين المثل العليا اللي بيحطها للمجتمع هذا الصراع هو اللي بيطلع الشخصية وفي الآخر الناس بتطلع لأنها لا تتحكم في بيئة بتكبت نوازعك الشرير في بيئة أخرى لا تكبتها الطفل اللي بتربى بالضرب هنا بنتطلق من داخله شرط العدوان الطفل اللي بتربى بالحب والسلام والتفهم والغفران ونشجع بدل من نتسلط ده بيقدر يتغلب قوي على نوازعه النزوع إلى العدوان موجود في الإنسان إنما بيتشكل إزاي إيه اللي بيخلي عنصر يضغى على الآخر الحقيقة عناصر لا قبل الإنسان على إنه يتفداها أخذ جائزة أفضل كتاب مترجم إلى اللغة المجارية ده ده حكاية رادوبيس هي حكاية رادوبيس أفضل كتاب مترجم إلى اللغة المجارية مجارية طيب ده ده بقى ده العربي ده ده القصة العربي ده النص العربي قصوم هاني هاني ديفيد هاني ديفيد خلي بخليه خلي الاسم عشان بس تبني إنه هي نفسها من الترجمة يعني بس للرمز ده مش هيتكرر هو وده النص ده خلي النص ده باين الوردة اللي على ظاهر أهي طيب بالنسبة لكنز جزيرة عروس البحر يعني ده بالأعمال له ترجمة ترجمة يعني نعاوز أقول إيه مش بسألة الترجمة مسألة إن الولاد أروها وعملوا حاليها أنشطة ودعوني أنا وسلاموي نحضر لإلى كاملة نماذج من أهم هدير أنشطة وزعت على طلبة المدارس آه وتخرج على طلبة المدارس والتانية دي واخرت يعني مش بس أخرت يعني مش بس الترجمة المجاري إنما الولاد أروها واعتبروها أنجح أنجح قصة مترجمة في سنتها إذن بالمسألة مش مسألة إنه بيترجموا بس مسألة إنه بيقدروا ده اللي أنا عاوز أقوله آه بالضبط ده النص العالم مش حاسس بيك مين قال مش حاسس بي ثم أنا أخدت جواز على ما يقولك الناس كده بتاخد محدش حاسس لأ أنا حاجتي بيقروها الولاد وبتاخد جايزة أفضل كتاب مترجم يعني بيخرروه على المدارس يعني هو ده لنا قصدي أقوله اللي محدش ركز عليه أبدا قبل كده يا عاطم محدش محدش ركز على ده إنه وراء الترجمة دي فيه شغل كتير تاني قوي اللي تقال الناس كتير تتصور للعلم ومنفصل عن الأدب ده العلم فيه شيء مهم قوي ده يبدأ بالفرد إنك فيه خيال بتفترض شيء ثم تبحث بإثبات هذا الشيء يديه صح يا غلب فالخيال شيء ضروري مش فقط في الأدب حتى في العلم لأن أول شيء بيقولك أنت بتحطه فرود ثم تبحث هذه الفرود سليمة أو غير سليمة فالخيال مهم جدا فإذا كنا بنبدأ بالخيال العلمي فهو فعلا بنحط أساس التفكير عشان كده أنا بقول ما يميز الخيال العلمي عما يسمى الحذيان أو بيسموه تأدبا بيسموه الفنتازيا أو الخيال لا الفنتازيا ده تخريف الفنتازيا في الخيال العلمي ده تخريف لأ حرب الكواكب مثلا لا يكسر قاد علمي حرب الكواكب حرب الكواكب دي لا علاقة لها بالعلم إحنا مندور على الكواكب عشان نجيب منها معادل نزع فيها نباتات جديدة نهرب لها لما الأرض يجرى فيها حاجة وكل اللي بنشوفه النهاردة حربة بين كواكب طبعا لا علاقة له بالعلم لا من قريب ولا أول حاجة تانية عن رواقب الخيال موجود خيال علمي مش خيال غير علمي ده اللي عملت فيه الربط ما بين أسلوب التفكير العلمي والربط بين القصة الشعبية القصة الشعبية فيها أسس كثيرة من أسس التفكير العلمي فإن أخدت نماذج من الحكايات الشعبية فيها عناصر التفكير العلمي وقلت إنهم حلوا مشكلتهم في الفضاء لما لقوا نفسهم استفينة اللي هم فيها تعطلت وبقى فيه استحانة نترجع في الأرض استعانوا بأحداث من الحكايات الشعبية علشان تخليهم يقدروا يفكروا كيف يخرجوا من هذا المأض يعني مثلا شفت الربط ده هو ده اللقص إنك شيء بتستخدمه في غرض وتعيد استخدامه في غرض آخر ده جزء من التفكير العلمي جزء من إبداع إنك تتوقع المستقبل وتأهيأ نفسك لهذا المستقبل ده جزء من التفكير العلمي إن قد يحدث طب جهز نفسك ليه عشان ما ييجي ما تموتش بالعكس تعيش وتستفيد من التغير يعني هو ده اللي أنا بسميه توقع المستقبل والاستعداد له كل دي صور من التفكير العلمي أن تتوقع التغيرات المستقبلية وتستعد لهذه التغيرات ده مبني على تفكير علمي أم تستخدم أداء متاحة لك حاليا في استخدامات جديدة مخاطرة شعب الحب ده جزء من التفكير ده الأرض علي بالضبط هو خشيد إنك تفهمني غلط أنا أقصد كده بالضبط يعني أنا مثلا حكيت إيه مرجانف علي بابا عندها إيه زلعتين سيت كل واحد يقول لك زلعتين سيت إيه يعني هدعمل فيهم إيه يفكر الطريقة مختلفة جدا لاتبسخنهم وأسبب عجز اللصوص الموجودين في باية الزلع طريقة التفكير الشيء العادي جدا فكرت فيه في شيء غير عادي أخالص ده جزء من سلامة التفكير جزء من الإبداع الحقيقة ده جزء من الإبداع جزء من التفكير العلمي إنك بتستخدم شيء في غرض لم يخطر على بال أحد وتستخدمه استخدام سليم مثلا يعني إن السندباد وقع في جزيرة طب قال لك لا أبيضة البيضة لابد هيجي طائر ياخدها طب لما يجي يأكلني يقتلني طب ما أنا أتخفى وأشوف أقدر أعمل معاي إنه لما أجد إنه على الأقل عشر أو اتنشر كتاب اتوصلت طبعاتهم إلى خمستاشر وسبعتاشر طبعة معنى إن كده إن أجيال كاملة قارت أعمالي معنى أن أنا طبعا بالإضافة إلى باب الأهرام إن أنا سهمت إلى حد ما يمكن أعود أقول لحد جبير في تضخيف أكتر من جيل من أجيال طبعا وفي كلام كتير وفي موضع كتير جدا أنا أعرفها يعني ولكن واللي اتكلمنا عنه دي نمازج لا أكثر ولا أقل من مكتبة ضخمة في شغلك ترجمة نانسي قنقر